الواحد صابر وراضي لحد دلوقتي صابر وراضي النتائج مخيبة جداً للأمال مش عايز يجي على أبطالنا ومش عايز أقول إنه هم أسروا عشان متأكد ما فيش ولا بطل من اللي راحوا لأولمبيات أسر بس في حاجة غلطة شباب لحد الوقت ميداليا واحدة برونزية من محمد السيد وهس على كده نكون عندنا أمان ناخد ميداليا في لعبة جمعية زي كرة اليد تعود حاجات كتير وهراحت لسه عندنا أمل بكرة ميداليا في لعبة جمعية كرة القدم نتمنى ما تروحش لسه عندنا رفع أسكال يا رب لسه عندنا تايكوندو يا رب ودينا صبرين لحد ما الأولمبيات تخلص يوم الحد بعد يوم الحد نبقى نتكلم ونفطفض مع حضراتكم بس دلوقتي هم أبطالنا بيشاركوا بيلعبوا وبينفسوا مش من الشياكة واللباقة إن احنا نقطع ونأكل في الناس نسيبهم يلعبوا ونسيبهم يكتهدوا وربنا يكرمنا إن شاء الله تعالى أقول لك النتائج لكلها زي ما قلتلك للأسف خسائر منتخب اليد خسر النهار زي ما قلتلك من منتخب الأسباني ومحمد علي جابري لعب منتخب المصارعة بيخسر الميدالية البرونزية بعد الهزيمة أمام الكزغستاني أزورو دوزوكوف أو دوزوكوف تعذبونا احنا بالأسماء دي بنتيجة اتنين لشيء في منافسات وزن سبعة وتسعين كيلو جرام ودع محمد متواري لعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية منافسات وزن سبعة وتمانين كيلو جرام من دور الستاشر بعد الخسارة من نور سلطان تورسنوف بطل كزغستان بنتيجة عشرة لشيء عشرة لشيء للأسف كمان ودع محمد إبراهيم كيشو لعب منتخبنا الوطن المصارعة الرومانية منافسات وزن 67 كيلو جرام من دور الستاشر مفوط كيشف كان ياخذ مدال يعني ودع من دور الستاشر وخسر من هسرد جاباروف بطل أزربتجان المصنف الأول بنتيجة تسعة لشيء وسامة فاروق لعابة منتخم مصر الكانوي والكياك تودع المنافسات بعدما حققت المركز السابع والأخير في منافسات 500 متر بتصفيات ربع النهائي بزمن دقيقتين و14 ثانية ومع عامر لعابة منتخم مصر للسباحة تودع منافسات 3 متر سلم متحرك في المركز 24 من أصل 28 سباحة بعدما حققت 250.20 نقط أنهى منتخم مصر للسباحة التوقعية المنافسات في المركز العاشر بعدما لعب منافسات الأكروباتيك بعد أن خاض الروتين التقني وكذلك الحر خلال اليومين الماضيين ليجمع بشكل عام 705.9814 نقطة ويحتل المركز الأخير